بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم في سلسلة دروس تعلم كيوت والمقدمة من موقع كيوت العربي كيوت-ار.org في هذه الدروس إن شاء الله سنشرح مفاهيم وأساسيات كيوت وكيفية تطوير طبيقات باستخدام هذا إطار العمل هذه الدروس ستعتمد على منهج معد مسبقا يسمى الكيوت ماتيريال وهو منهج موجه تم تجهيزه ولكي يستخدم في الجامعات وفي الكليات ومعاهد التدريب وإن شاء الله في هذه الدروس سنحاول أن نقوم بشرح هذا المنهج بالكامل وإذا وجدنا أن هناك نقص في عدة مواضيع وأمثلة إن شاء الله سنقوم بدعمها بالعديد من الفيديوهات التوضيحية والأمثلة والتمارين طريقة المنهج هي تقسيم أي درس إلى جزع نظري يشرح المفاهيم والأساسيات وجزع عملي يقوم بالتطبيق المباشر وعلى هذه المفاهيم حتى تطبخ بشكل أكثر وإن شاء الله سنتبع نفس هذا المنهج قبل أن أبدأ أعرفكم على نفسي أخوكم في الله أحمد عصام عبد الرحيم مهندس برمجيات أستخدم كيوت منذ 2007 تقريبا أو 2008 أول تطبيق جالي لي كان في 2008 وحتى الآن ما زلت أستخدم كيوت في تطبيقاتي أول درس هو مقدم عن كيوت وبعض الهيستوريز وفي الأخير سنقوم بتلغيل live demo وهو مثال أو أمثلة بسيطة لتوضيح كيوت وإمكانيات كيوت هذا المنهج كيوت ماتيريالز يقع تحت الرخصة creative commons أول سؤال يتبادر إلى أي مبتدأ في كيوت ما هي كيوت كيوت هي إطار عمل متعدد المنصات مفتوح المصدر مكتوب باستخدام لغة البرمجة C++ وهذه الجملة تعني أن كيوت أن الأطبيقات كيوت تعمل على أكثر من منصة واحدة ففي حالة قمت بكتابة تطبيق وك على ويندوز يمكنك أخذ نفس التطبيق ويعادة ترجمته ليعمل على منصات أخرى مثل linux أو ماك أو حتى منصات الأنظمة المضمنة وأنظمة الموبايل كيوت هي مفتوحة المصدر يمكنك رؤية السورس كولد الخاص فيها وتعديل عليها ودراستها والإستفادة منها كيوت تستخدم لغة C++ لكن يوجد هناك bindings أو boards للغات أخرى مثل لغات البيثون والروبي والسي شارب وكذلك الجافة ولغات أخرى في هذه الدروس إن شاء الله سنستخدم لغة C++ بحكم أنها اللغة الأساسية لإطار العمل كيوت كيوت طورت في الأساس لتطبيقات واجهات المستخدم Graphical User Interface لكن تم تسعاتها وإضافة العديد من الخصائص والتسهيلات الأخرى لأي مطور مثل تسهيلات وخصائص ودعم ودعم مجموعة من الليبريز كيوت نفسها نقول عنها مكتبة لكن في داخلها هي مجموعة من المكتبات هذه المكتبات نسميها في كيوت Mediules كل مديول يغطي جزئية معينة وهو بحد ذاته الفائد من هذه التقسيمات هو أنه يمكنك الاعتماد في تطبيقك على مديول أو أكثر فبالتالي هذا سيقلل حجم تطبيقك ويقلل حجم الملفات المرفقة مع التطبيق هذه المكتبات في الأخير ستقوم بتوزيعها إما على شكل Shared Library مع تطبيقك أو Static Libraries وتدموجها بداخل تطبيقك لكن أغلب الاستخدامات هي كShared Library أو DLL في ويندوز هذا المفهوم وإن شاء الله لاحقا سنتعرف على كيفية عمل deploy لتطبيقاتك أهم مديول في كيوت أو أهم library هي كيوت كور الكيوت كور بداخلها تحوي الفئات المهمة أو الأساسية والمشتركة والتي تحتاجها جميع المديولة الأخرى فبالتالي كل المديولة أخرى تعتمد على مديول الكيوت كور المديولة الآخر هو الكيوت جيو آي أو GUI Graphical User Interface يحتوي على جميع الفئات المختصة بالواجهات الرسومية مثلا يوجد فئات الأزرار والليوت والنوافذ والديالوج وكل الأشكال وكل الوجت موجودة في هذا اللايبري أو المديول مديول النتورك يحتوي على كل الأشياء الضرورية للتعامل مع الشبكات مثلا يوفر Implementation للبرتكولات المعروفة HTTP FTP وأيضا يوفر إمكانية استخدام اللاوليفل سوكيت مثل TCP و UDP مديو الآخر هو الكيوت SQL يتيح التعامل مع قواعد البيانات والاستفادة منها في تطبيقاتك كما نرى أن هناك العديد من التطبيقات وكملاحظة خارجية هذه الآخر غير محدثة بآخر التحديثات فبالتالي سنجد أن هناك معلومات غير محدثة ومعلومات قد تغيرت مع إصدارات جديدة وإن شاء الله سنحاول أن نوضح هذه الاختلافات والفروق مثلا هذا الشكل لا يوضح كل المديول الموجودة في كيوت هناك العديد من المديولات الموجودة وغير موجودة في هذا الشكل كمثال مديول الكيوت هو مديول مهم جدا ظهر في آخر إصدارات كيوت كيوت 4.7 تقريبا وحتى الآن هو مديول مهم جدا هذا المديول يتيح لك واجهات للمستخدم بشكل بشكل مختلف عما كنا نستخدمه سابقا ويستخدم لغة جديدة تسمى لغة الـ QML وهي لغة مبسطة جدا يمكنك وصف شاشاتك بهذه اللغة والاستفادة من هذا المديول في تطبيقاتك إن شاء الله في الدرس السابع والثامن سنشرح كيفية التعاون مع هذا المديول ومع الكيوت ومع هذه التقنية ككل والتي تسمى كيوت كويك كيوت قامت بتوسعة لغة C++ عبر مجموعة من الماكروز فمثلا ستجد أن في أكوات كيوت تجد أن هناك جمل غير موجودة في C++ مثلا ForEach هذه الجملة غير موجودة في C++ ولو نظرنا إلى شفرة كيوت تجد أن ForEach هي ماكرو موجودة معرفة في كيوت ووظيفتها هي عمل إتريشن على لست كذلك تجد العديد من الماكروز مثل سيغنال سلوتز وهي تقنية سنشرحها إن شاء الله في الجزء العملي أو الدرس القادم بإذن الله كذلك قامت كيوت بتوسعة C++ عبر إنشاء مولدات أكواد Code Generator أهم مولد في كيوت هو الموك Meta Object Compiler هذا الكمبيلر يقوم بتوليد شفرة كود Source Code يتم ترجمته وربطه مع تطبيقك مع أي كائن كيوت QObject الكود الناتج هو توسع على C++ حيث يتيح لك إمكانية الحصول على معلومات على الأوبجيكت وقت التشغيل وهو ما يعرف بالإنتروسبيكشن هذه الإنتروسبيكشن تتيح لك الحصول على معلومات عن الأوبجيكت عن المثود الموجودة بداخله عن الكائن الذي يرث منه عن البروبرتز الموجودة فيه وهي خاصية جديدة في كيوت سنشرها إن شاء الله في الدرس القادم وكذلك عن السيغنالز والسلوتز والعديد من الأشياء ستكون موضوعنا في الدرس القادم بإذن الله الهدف الرئيسي من كيوت هو كتابة تطبيقات متعدزة للمنصات باستخدام source code 1 ومن ثم أخذ هذا السورس ويعادت ترجمته على منصات أخرى ستجد أن التطبيق يعمل بدون مشاكل طبعا هناك استثناءات معينة في حالة قمت باستخدام دوال خاصة بالنظام تشغيل معين فإن هذا التطبيق سيفقد ميزة المحمولية بمعنى إذا قمت بنقله إلى منصة أخرى وعمل ترجمة فإن النظام الآخر ربما لا يوفر نفس الابي آي المستخدمة فربما سيحصل لك أخطاء في الترجمة لكن هناك عدة حلول لهذه الحالات وهي استخدام الـ وتحديد أن هذا المثلا هذا الاستدعاء للابي آي يجب فقط أن يتم في حالة تم استخدام مترجمات ويندوز مثلاً وفي حال نقله إلى مثلاً تطبيق إلى مترجم على لينوكس لا يتم تنفيذ هذا الاستدعاء إن شاء الله سنرى هذا المفهوم في دروس قادمة كمان نلاحظ بالشكل أنك يتأخذ نفس شكل النظام الذي تعمل عليه فإذا قمت بتشغيل تطبيقك على منصة معينة مثلاً ويندوز فإن تطبيقك سيأخذ نفس شكل نظام ويندوز ديسكتوب بلاتفورم يمكنك أن تستهدف بتطبيقاتك أكثر من منصة في كيوت منصة ويندوز ماك أو لينوكس يونيكس تحت الخادم اكس اوليبين أو الاكس سيرفر وكذلك حالياً يوجد دعم للويلاند ويندوز سيستيم أما كمنصات مضمنة وأنظمة الموبايل يوجد دعم حالياً للعديد من الأنظمة مثلاً ويندوز سي اي وهو شبه متوقف الآن أو متوقف سيمبيان ميمو مايمو ميغو أيضاً وأنظمة اللينوكس مضمنة وأيضاً حالياً يوجد دعم للأندرويد يوجد بورت من كيوت من الشركة دقية إلى منصة الأندرويد وكذلك سيوجد إن شاء الله نسخة كيوت خاصة بمنصة الآي او اس كذلك ظهرت منصات جديدة تعتمد كلياً على كيوت مثل منصة سيلفش من جولا أو يولا وكذلك منصة البلاك بيريتين تعتمد في واجهاتها على كيوت ويمكنك استخدام كيوت لتطوير تطبيقاتك على بلاك بيريتين هذا أبسط مثال يمكنك أن تقوم بكتابته باستخدام إطار العمل كيوت وكما نلاحظ هو عبارة عن نص يظهر على الشاشة ويظهر لدينا نفس التطبيق لكن على عدة منصات في كل منصة نجد أن التطبيق يأخذ نفس الناتف لو كان في الخاص بالمنصة التي يعمل عليها هذه هي الشفرة للمثال السابق سنقوم إن شاء الله بشرحها بشكل بسيط الآن وترجمتها وتشغيلها وإن شاء الله في الجزء العملي سنقوم بشرحها بشكل أفضل وسنقوم بتوسعة هذا التطبيق وتطويره ورؤية العديد من الخصائص مثل استخدام الكيوت كرياتر وعمل الديباقينج والعديد من الأشياء المهمة لأي مطور في أول سطر كما تبدأ برامج C++ هو عمل إنكلود لهيدر فايل المستخدأ المطلوبة في هذا المثال وفي أي مثال كيوت يحتوي على واجهة رسومية يجب استدعاء أو عمل إنكلود للكيو أبليكيشن الكيو أبليكيشن هو كائن يدير التطبيق ويدير خصائص التطبيق ويوفر لنا إمكانية عمل تطبيق جيو آي فبدون هذا الكائن لن يظهر لك أي شيء على الشاشة لماذا؟ لأن تطبيقات الجيو آي تختلف عن تطبيقات الكونسول أبليكيشن والتي كنا نكتبها في C++ في C++ كان التحكم أو الـ flow control يتم بشكل متسلسل فمثلا تطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال الـ input ومن ثم تقوم بعمل processing لهذه الـ input ومن ثم تقوم بطباعة output وفي الأخير تقوم بعمل retain zero وبالتالي يتم غلقة التطبيق ويعادة هذا الرقم إلى نظام التشغيل في كيوت وفي أي جيو آي فريمورك أخرى هذه المنهجية مختلفة توجد منهجية أخرى تسمى event driven بحيث أن طريقة عمل التطبيق أو التحكم في التطبيق يكون عبر أحداث هذه الأحداث هي التي تسير التطبيق فمثلا ضعنا نوضح بمثال إذا كان لدينا تطبيق يحتوي على زر معين وهذا الزر في حالة الضغط عليه يجب تنفيذ كود معين مثلا لطباعة جملة أو لعمل معالجة معينة إذا قمت بكتاب تطبيق تشغيله فإنه لن يحدث أي شيء لكن عندما تقوم بالضغط على الزر سيحدث حدث event وهو الضغط على الزر هذا الـ event بعد أن يحدث سيقوم التطبيق بنقلة تنفيذ إلى الجزء المخصص بمعالجة هذا الحدث وهو عمل المعالجة المطلوبة أو طباعة جملة على الشاشة خلاصة هذا الكلام نعني أن في تطبيقات الواجهات المستخدم هو أن سير العمل أو flow control يكون عبر أحداث إن شاء الله هذا المفهوم سيتضح في الجزء العملي بشكل أكبر عندما نقوم بكتابة الأمثلة وشرح المفاهيم بشكل أفضل حاليا فقط سنوضح بشكل عام ونقوم بتشغيل هذا التطبيق ورؤية المخرجات الكائن الآلة الـ include الثاني هو include Qlabel هو عبارة عن نص يضر على الشاشة كما تلاحظون أن أي فئة في كيوت تبدأ بالحرف كيو كيو دلالة على أن هذه الفئة تتبع إلى مكتبة كيوت كيو application وكيو لابل هذين الهيدر فايل يتبعان لكيوت جيو آي موديول في الدالة من بنفس التركيب التي كنا نكتبها في سي بلس بلس لكن هنا يجب تمرير command line arguments إلى الكيو أبليكيشن أب فبالتالي يجب كتابة هذين الـ arguments وهو الأول هو integer وهو عدد الـ arguments التي يمكن أن تقوم بتمريرها إلى تطبيق والأخرى هي أسماء هذه الـ arguments الفائدة من هذه الـ arguments مثلا يمكنك تشغيل تطبيقك بـ style معين وذلك عبر تمرير اسم الـ style إلى تطبيقك فإن الـ application سيأخذ شكل الـ style المطلوب فبالتالي يجب تعود على استخدام هذا الـ argument بشكل دائم في كيوت أول سطل بداخل الـ dilemma هو عمل object أو كائن من الفئة كيو application كما ذكرنا أن هذه الفئة تدير التطبيق بشكل كامل وهي التي تتعامل هي التي توفر الأحداث والتعامل مع الأحداث هي التي تأخذ الأحداث من خارج التطبيق مثلا من windows system الـ windows system هو الذي يوفر لك الأحداث فمثلا لو ضغطت على زر معين فإن النظام النوافذ أو windows system هو الذي يرسل لك هذا الحدث والذي يستقبله في كيوت هو الـ queue application فبالتالي إذا لم يكن لديك queue application فبالتالي لن يكون لديك أحداث فبالتالي لن يكون لك أي graphical user interface فكما يتضح في تطر أول قمنا بإنشاء هذا الـ object على الاستاك لاحقا سنوضح ما الفرط بين إنشاء الـ object على الاستاك وعلى الـ heap في دروس قادم إن شاء الله وقمنا بتمرير هذه الـ argument إلى دلة البناء فالتطر الثاني والثالث قمنا بإنشاء queue label وتمرير جملة hello world إلى دلة البناء تمرير جملة إلى دلة البناء تعني أن النص الذي سيظهر على الشاشة هو hello world وقمنا بعمل show لهذا الـ label show تعني إظهار هذا الـ label على الشاشة أخيرا وهو أهم شيء في تطبيقات الـ graphical user interface هو أن تطلب من التطبيق queue application أن يدخل في حلقة الأحداث event loop عبر الدلة exec هذه الدلة exec تقوم بالدخول في حلقة تكرار لانهائية وتنتهي فقط في حالة غلقة التطبيق وفي حالة غلقة التطبيق فإن التطبيق يعود إلى النظام بتشغيل بنفس الشكل الموجود في C++ بداخل هذه الحلقة اللانهائية يقوم التطبيق queue application أو الـ object app بفحص data structure داخلية تسمى كيو أو من النوع كيو كيو هو عبارة عن هيكل أو data structure طابور بحيث أن أي object يدخل في يتبع منهج first in first out بحيث لو أتى object إلى هذا الطابور فإن أول فإن أول object يخرج من هذا الطابور هو نفس هذا الـ object الذي يدخل أول الذي يكون في أول الطابور هذا الـ internals حاليا نحتاج إليها إن شاء الله في دروس لاحقة سنشرحها ما يهمنا هو أن بهذا الطابور مجموعة من الأحداث يقوم الـ application بالتعاون مع هذه الأحداث في كل iteration في هذا الحلقة يقوم بأخذ object أو event ويقوم بإرساله إلى الفئة المطلوبة وهكذا يعمل البرنامج وإن شاء الله لاحقا سنرى هذه العملية بشكل أكبر وسنتعرف على أن عملية إرسال الـ event من هذا الطابور إلى الفئة المخصصة تسمى dispatching ويتم عبر فئة مخصصة في كيوت تسمى event dispatcher لاحقا إن شاء الله سنرى هذه التفاصيل بشكل أفضل سنقوم الآن بتلغير هذا التطبيق بشكل سريع لنرى ما هو الـ output على النظام الذي أعمل عليه يمكن طبعا استخدام أدوات التطوير المعروفة في كيوت لكن لغرض السرعة والتبسيط سأستخدم سطر الأوامر وسأقوم بإنشاء ملف وكذابة الكود عليه ومثل مترجمته باستخدام الأدوات الموجودة في كيوت الـ compilers والأدوات المعروفة في كيوت سأقوم بمسحة التطبيق المجلد سأقوم بإنشاء مجلد جددا سأقوم بإنشاء الـ C++ فايل بهذا الفولدر سأقوم بإنشاء الـ C++ بداخل الدالة من سأقوم بإنشاء الـ object من النوع وكيو أبليكيشن كما ذكرنا هذا الـ object مهم جدا في أي تطبيقات وفي الأخير سأقوم بطلب الدالة سأقوم بإنشاء تطبيقك بأي شكل تريد حاليا التطبيق بسيط جدا يحوي label ويحوي جملة هالو وورد ومن ثم سأقوم بتشغيل هذا التطبيق بعمل شغل هذا الـ label سأقوم الآن بعمل ترجمة لهذا المثال وإن شاء الله لا هكذا نشرح هذه الخطوات بالتفصيل يوجد خطأ بسيط في الكود هذا هو المثال عبارة عن نص يظهر على الشاشة نكمل الآن الـ أين ستستخدم كيوت كيوت تستخدم في العديد من الشركات والعديد من التطبيقات أهم الأمثلة هو سطح مكتب KDE سطح مكتب KDE هو عبارة عن أشهر الأمثلة المكتوبة باستخدام إطار العمل كيوت يوجد صفحة في ويكيبيديا توضح ما هي جميع البرامج الموجودة على كيوت إن شاء الله مبنية على كيوت إن شاء الله ستضع الرابط لها يمكنك الاطلاع على هذه البرامج وأيضا يوجد العديد من الشركات التي ستستخدم كيوت نأتي الآن إلى الترخيص المستخدم في كيوت كيوت لديها نوعين من الترخيص الترخيص التجاري والترخيص المجاني أو المفتوح هو نوعين أيضا النوع الأول هو ال جي بي ال والنوع الثاني هو ال جي بي ال في النوع الأول ال ال جي بي ال هو أهم أنواع الرخص الآن يمكنك كتاب تطبيقات تجارية ومغلقة المصدر ويمكنك بجعها أيضا بهذا الترخيص فبالتالي يمكنك إنشاء أي تطبيق مغلقة المصدر برخصة ال ال جي بي ال القيد الوحيد على هذه الرخصة هو أنه في حالة قمت بالتعديل على شفرة كيوت نفسها يجب أن تقوم بفتح هذه التعديلات وإتاعتها إلى المجتمع أو ال كميليتي أما رخصة ال جي بي ال فهي يعني أكثر حدة من ال ال جي بي ال فهي تسمح لك بإنشاء تطبيقات تجارية بمعنى يمكنك بيعها لكن يجب أن توفر السورس كود لها ونفس القيد الموجود في ال ال جي بي ال هو أنه في حالة قمت بالتعديل على كيوت نفسها يجب أن تقوم بإرسال هذه التعديلات إلى المجتمع الرخصة التجارية الكوميرشال هي رخصة تحصل عليها عبر مبلغ مالي ويمكنك باستخدامها كتاب تطوير تطبيقات مغرقة المصدر وأيضا الحصول بيعها لا بأس في ذلك ولا يوجد أي قيد في فيما يتعلق بتعديل كيوت نفسها يمكنك تعديل كيوت وغلق المصدر عند أشياء الآيك للكيوميرشال لايسنس ستحصل على كيوت سيليوشن ستحصل على سببورت وأشياء أخرى غالبا لأي مطور كيوت لا يحتاج إليها في الوضع العادي لكن هناك بعض الحالات ربما تحتاج إلى سببورت أو إلى سيليوشن خاصة هستري في كيوت كيوت لها تاريخ طويل جدا من 1991 بدأ هافر نورد أن إليك جامبينغ في تطبيق كيوت وتم دعم الـ X11 بمعنى نظام لينكس ويونكس وأيضا ويندوز وفي 1994 ظهرت أول نسخة من كيوت وتم تأسي الشركة ترول تيك هذه الإصلايد لا توضح الهيستوري بشكل كامل هناك مقالة عربية على موقع وادي التقنية تشرح الهيستوري بشكل كامل وفضل أن تقوم بقراءة هذه المقالة من هذا الموقع هنا في موقع وادي التقنية تحت الاسم كيوت اكتب القليل وحصل على المزيد وهي مقالة توضح جميع الهيستوري وكيف بدأت الفكرة ونشأت إلى أن ظهرت كمنتج كوميرشيل والعملاء التي بدأوا بشرائها وكل المعلومات التي تحتاجها فيما يتعلق بالكيوت هيستوري في 1996 ظهر مشروع كيدي وهو كما ذكرنا هو أحد أكتبار الأمثلة المكتوبة باستخدام كيوت في 2001 تم إضافة دعم لنظام الماك في 2005 ظهرت رخصة جي بي إل لم يكن سابقا هناك جي بي إل وإنما كانت هناك رخصة كيو ببليك لايسنس في 2008 وهو حدث كبيرا قامت نوكيا بشراء الترولتيك نوكيا قامت بإضافة العديد لكيوت مثلا قامت بإضافة دعم لسيمبيان قامت بإضافة دعم للميغو قامت بإنشاء الكيوت كرييتر قامت بإنشاء مشروع الأوبين كفردنس أوبين كفردنس وهو مشروع حتى نتطلق له لاحقا وأيضا قامت بتطوير الاس دي كي والعديد من الأشياء قام بتطويرها وتطوير تقنية الكيوت وكيوت كويك كل ذلك كان من نتاج عمل نوكيا قبل أن نأتي إلى هذا السلايد هذه طبعا غير محدث حاليا في 2012 قامت شركة ديكيا بشراء شركة نوكيا عفوا بشراء الكيوت إيكو سيستم بالكامل من نوكيا فالآن كيوت مملوكة من شركة ديكيا طبعا ليست مملوكة وإنما الشركة المسؤولة عن تطويرها هي شركة ديكيا لكن الروخ خاص والعلامة التجارية هي الآن تحت شركة ديكيا كيوت دي يوجد أكثر حاليا غير محدث كما ذكرنا هذا السلايد هذه السلايد بشكل عام أعتقد أكثر من ألف كلاس وأكثر من 200 full time developers في شركة ديكيا يعملون على كيوت بالنسبة لكيوت كومونيتي كيوت كومونيتي يرتكز الآن في موقع كيوت بروجيكت كيوت داش بروجيكت دوت أورغ هذا السلايد قديما غير محدث في السابق كان أحد أهم المواقع هو الكيوت سنتر يحتوي على جميع البروفيشنال كيوت ديفلوبر في هذا الموقع كيوت لابس أيضا يحتوي على العديد من الأرتيكل المفيدة لكن تم نقلها أيضا إلى موقع ديكيا تحت الدومين بلوكس دوت ديكيا دوت كوم قناة الكيوت على الفري نورد ما زالت موجودة وأيضا هناك العديد من القانوات مثل كيوت كرياتر كي ام ايل والعديد من القانوات في العائرس شانل ميل انجليست كذلك ماذا الموجود يمكنك التسجيل في ميل انجليست والاستفادة من الأسئلة والإجابات المطروحة كادي اي كوميوليتي كادي اي هو كما ذكرنا مكتوب باستخدام كيوت كادي اي هو بيئة مناسبة لأي شخص يريد أن يبدأ في التطوير الحقيقي باستخدام كيوت وتعلم كيوت في تطليقات حقيقية كيف تحصل على كيوت كيوت يمكنك الحصول عليها بأكثر من طريقة إما أن تحصل على نسخة مبنية وتركيبها فقط أو أن تحصل على السورس كود وأن تقوم ببنائه بنفسك وتركيبه واستخدامه الموقع الآن بدأنا نقوم بفتح الموقع هو الكيوت بروجيكت كيوت بروجيكت هو نتاج عمل نوكيا وهو من مشروع الأوبين كوبرنانس هذا المشروع هدفه هو جهة العملية تطوير كيوت مفتوحة بالكامل ويمكن لأي شخص أو أي جهة أن تقوم بالمساهمة في تطوير كيوت وحتى أن تصبح مثلاً مينتينر لأي جزء في كيوت أو أي مديول مثلاً كيوت جي واي كيوت كور ويمكنك أيضاً أن تقوم بعمل الرفيو على السورس كود وعمل كوميت وما إلى ذلك يمكنك الحصول على كيوت من كيوت بروجيكت وما ثم بدأ قول على داونلود كمان راح يضر اليوم مصدرت الكيوت 5 ريليس كانديدات وسنتحدث عن الكيوت 5 بعد قليل هنا من هنا يمكنك تحميل كيوت سادقاً كان هناك كيوت اس دي كي موجود على موقع كيوت بروجيكت لكن حالياً لا يوجد لكن يمكنك تحميل الاس دي كي هو عبارة عن حزمة مزودة بالكيوت لايبري وبالكيوت كورياتر وبالسيمولياتر تولز الخاصة بالسيمبيان والميكو وأيضاً تحتوي على تولز خاصة بعمليات الابديت وما إلى ذلك تجدها في موقع نوكيا عبر هذا الرابط يمكنك الحصول على نوكيا كيوت اس دي كي من هنا بالنسبة لأي شخص يريد أن يبدأ في كيوت أنصحه بأن يستخدم هذا الاس دي كي حالياً نعم هو غير محدث بآخر التحديثات حيث أن ديكيا لما قام بشراء كيوت من نوكيا لم يعد هناك أحد يتابع هذا الاس دي كي ويقوم بتحديثه ستجد أن نسخة كيوت في الاس دي كي هي 4.8 على ما أذكر حالياً نحن نتحدث عن كيوت 4.8.4 كذلك الكيوت كرياتر أعتقد 2.4 حالياً يوجد 2.6 فلا أعتقد أن هناك اختلافات كبيرة فيها ولن نحتاج لهذه الاختلافات فيمكنك أن تبدأ من الاس دي كي أما إذا رأت الحصول على آخر الإصدارات فيمكنك تحميل مكتبة كيوت بشكل منفصل كيوت 4.4.8.4 وتركيبها في نظامك ومن ثم تنصيب الكيوت كرياتر وربطه مع الكيوت لايبري وهي عمالية بسيطة جداً كيوت 5 هي نقلة من كيوت 4 حدث هناك تغييرات جذرية خاصة في الهيكلة كيوت وفي مفاهيم تطوير الواجهات الرسومية كما ذكرنا في بداية الدرس هناك موديول الكيوت ديكيلراتيف ظهر في أواخر كيوت 4.7 هذا الموديول يتيح لك إنشاء الواجهة بشكل مبسط بالشكل ديكيلراتيف بلغة يسيرة تسمى لغة الكيوميل حالياً كيوت 5 أخذت هذا الموديول وجعلته هو الموديول الرئيسي في تطوير واجهات المستخدم بمعنى أن الكيوت جيو آي في كيوت 5 هي الكيوت ديكيلراتيف في كيوت 4 طبعاً ليست بهذا الشكل البسيط وإنما تم إعادة كتابة الكيوت ديكيلراتيف بالكامل ليعمل على OpenGL for embedded devices وأيضاً تم كتابة الكلاسات من جديد للعمل على هذا النظام الجديد إن شاء الله لاحقاً سنشرح الكيوت 5 والاختلافات وكيفية تطوير تطبيقات بسقدام كيوت 5 حالياً لم يصدر إصدار النهائي حتى الآن وكذلك يوجد مشكلة أخرى هو أن كيوت 5 لا يوجد component خاص بالديسكتوب حتى الآن لم يصدر وسيصدر إن شاء الله في نسخة كيوت 5.1 فلذلك أنا أفضل الإنتظار حتى النسخة 5.1 حتى يتم دعم الديسكتوب components ونستطيع استخدام البوتونز والإسلايز الزر والوجت بنفس والويندوز بنفس الشكل التي كنا أستخدمه في كيوت 4 فلذلك الآن أفضل أن يقوم المستخدم بتحميل نسخة 4.8.4 ومتابعة هذه الدروس حتى لا يقع في اختلافات وأشياء لم نتحدث نتطلق لها وإن شاء الله لاحقاً سنتطلق لها نكمل الاسلايد ذكرنا الاسدكي تحميله بسيط جداً في لينكس طبعاً يوجد طريقة أخرى وهي تحميل الكيوت من خلال الحزم التي توفرها لك توزيعتك سنقوم الآن بتشغيل ديموز بسيط يوضح كيوت ويوضح نوعية الطبيقات التي يمكنك كتابتها يأتي مع كيوت العديد من الإكزامبلز والديموز هذه هي الأمثلة والديموز سنختار مثلاً مثال بداخل الانيميشن نقوم بتشغيل الانيميتد تايلز اكزامبل هو عبارة عن مثال يوضح كيفية عمل الانيميشن لأوبجيكت بداخل الـ Graphics Canvas أو Graphics View ويوضح إمكانيات الـ Graphics الخاصة الانيميشن الخاصة بكيوت أيضاً يمكننا تشغيل مثال آخر مثلاً كيوت آآ مين ويندو هذا المثال يوضح كيفية إن شاء مين ويندو تحتوي على وعلى وعلى بحيث يمكنك نقلها وغلقها والتحكم في مكانها إن شاء الله في دروس قادمة سنشرح هذه الأشياء أيضاً يمكننا في وجد مثال آخر في الديموز مثلاً نقوم بتشغيل هذا المثال كيوت ديمو وهو مثال يقوم بتشغيل هذه الأمثلة جميعها نقوم بتشغيل ديمولستريشن سام جيم هذا المثال مكتوب باستخدام الكيوت كويك تكنولوجي وهي مبنية على الكيوت ديكلاراتي في فيديول مثال البسيط جداً ومكتوب بالكامل باستخدام كيو ام ايل باستخدام جاف سكريب نعم يمكنك استخدام جاف سكريب في تطبيقات الكيوت كويك بدلاً من سي بلس بلس أيضاً يمكنك استخدام سي بلس بلس إن أردت فليكر كلاينت هو تطبيق يقوم بتجلب الصور من الفليكر ويقوم بعرضها على الشاشة يمكنك أن تدخل على أي صورة وأن تشاهد محتوياتها أيضاً يمكنك عمل تكبير للصورة ورؤية قدرة الانيميشنز والتحريك وما إلى ذلك كذلك يوجد عديد من اكزامبل يمكنك أن تشغيلها ورؤية إمكانيات كيوت وماذا يمكنك أن تفعلها بهذه الأداء تقريباً أغلب نواع التطوير يمكنك باستخدام كيوت أعتقد إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس قبل أن أنتهي أحب أن أذكر أن موقع كيوت العربي هو الموقع العربي الوحيد الذي يوفر دعم مميز عبر مجموعة من الأعضاء المحترفين في كيوت لدينا مجموعة ممتازة من الأعضاء سيكون هناك قسم خاص بهذه الدورة يمكنك وضع أي سؤال أو أي استفسار أو أي ملاحظة على هذه الدورة أو أي ما يتعلق بها في هذا القسم وإن شاء الله سنحاول إجابة عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في الجزء العملي